وأكيد منرجع لك مشحم لفقارتنا الخاصة بالتغذية طبعا تغذيتنا هي صحتنا وقات جزء كتير كبير من المشاكل اللي منعاني منها بتكون من خلال سوء تغذيتنا مش بس يمكن فيه كتير ناس بيكون وزنهم كويس ولكن بيكون تغذيتهم غير صحية بيكون عندهم نقص كتير كبير بمواد هي مهمة لأعضاء جسدنا اليوم عم نحكي عن مادة اليود ومادة اليود يمكن معلوماتنا كتير بسيطة عنها ما بنعرف إلا أنها موجودة صارت بالملح لأنها مدعمة صاروا يحطوا مادة اليود بالملح حتى يقدر أننا نستفيد منه ولكن شو تأثير اليود على أجسادنا سواء نقصه أو زيادته هل هناك أغذية ممكن أنها تمنع من امتصاص اليود وأصلا شو في أغذية بحياتنا ممكن نتناولها حتى ناخد الجرعة المناسبة من اليود كل هاي التفاصيل رح تكون خلال ضفتنا الكريمة لهذا الصباح دكتورة ريمة تيم وهي دكتورة وأستاذة التغذية العلاجية في كليت الزراعة في الجامعة الأردنية صباح الخير أهلا وسهلا كيفك دكتورة أما يخنيتك أنا بحب مواضيع التغذية صراحة كتير لأنه بحس أنه كل مرة منعطي فعلا أنا سواء أنا بكتسب هاي المعلومات أو المشاهدين معلومات مهمة لما منعكم ما منعرف شو منعكم ما منعرف شو بفيدنا أو شو ممكن أنه يضرنا فمادة اليود قليل الحديث عنها نصبت فنعرف شوي من حضرتك عن مادة اليود هلأ يمكن قليل شوي الحديث عنها لأنه بطل فيه نقص كتير زي ما كان زمان لأنه زي ما حضرتك تفضلتي هو مضاف الملح تبعنا صار مدعم باليود فبالتالي كل إضافة ملح أنت بتاخد اليود شيئا جباري هلأ الملح اللي يكون مدعم معظم الشركات الملح اللي بنستخدمه بكون مدعم حتى لو أنت بتقرأ بيكون مكتوب عليه مدعم باليود هلأ الفكرة الثانية أنه إحتياجاتك من اليود كمان قليلة يعني 150 مايكرو جرام يعني إذا كان إنسان عادي إذا كانت حامل بزيد شوي أو مرضعة فبالتالي هو بالمايكرو جرام فحتجتنا مش كتير كبيرة لكن إذا ما كانتش الملح تبعنا مدعم وكان أكلنا قليل باليود لأنه اليود مش متغفر بكل الأغذية يعني ممكن المضافة إضافة مدعمة أو مثلا الأسماك بعض الأجبان والألبان إذا كان المراعي تبعت الأغنام أو الحيوانات اللي ناخد منها ألبان متغذية على مراعي فيها يود أساسا ممكن ينتقلنا إذا المراعي كانت ما فيش فيها يود أو العلف تبعهم ما كانش فيه يود ولا مدعم بيقل حتى بالحليب فبالتالي بديك أن المصادر تكون ثابتة فهو المصدر الثابت تبعنا هو الملح تقريبا طب بكتورة أنوضح يعني هلأ اليود بيجي مثلا من الري من مية الأمطار لا هو موجود بالتربة أساسا من المعادر موجودة بالتربة المناطق الجبلية بكثر فيها نقص اليود إذا متناولنا من خلال الملح لأن المراعي هاي لما بتيجي الشتاء بتعمل إشي من سميه غسيل التربة فبينزل العناصر الغذائية معظمها بتنزل مثلا زي اليود والسلينيوم بينزل هذه الأودية فبالتالي أنت لما بتحطي الشجرات أو الأعشاب هاي اللي بتنمو بيكون على التربة ناقصة بالمعادن أو غير خصبة بالمعادن الأساسية فبيجوا على الحيوانات أو الأرنام بتتغذى عليها فأنت لما بيعطي الحليب بيكون نقص أساسا بالسلينيوم بالإضافة لأنه بيكون فيه نقص باليود فعشان هيك دايما المناطق الجبلية هي أكتر عرضة للإصابة بنقص السلينيوم ونقص اليود لهم اثنين تقريبا مرتبطين بنفس الإشياء يعني عم نحكي إحنا عن اليود كمان موجود بالأسماك هل في أنواع معينة من الأسماك بيكثر فيها اليود؟ على تقريبا معظم الأسماك فيها يود؟ آآآ بس طبعا الكميات تتفاوت لكن أي شيء بحري حتى بقولك مية البحر فيها يود أنا عجبتني هاي المعلومة لازم نحكيها للسادة من شاهدين هاي أنه أنت مثلا أهل العقبة اللي ممكن تلاقي عندهم نقص يود لأنه هم قاعدين بالبحر اليود بتبخر فهو من العناصر والمعادن اللي بتتطير فممكن استنشاقها هل إذا استنشاقها بيكون أخد كمية من اليود تمام آآ فهو كمان الأسماك طب أكيد حتكون مصدر غني باليود الملح الأطعمة المضافة المضافة إليها يود هلأ إذا صار في نقص عنا ببيود هون بيسترعنا المشاكل تمام لازم كل فترة نروح على العقبة نستنشق يعني هذا الهوى العليل لأنه يعني اكتشفت قديش وجود البحر مهم مهم صح يعني مهم بتهدئة الأعصاب مهم بزي ما هلأ تفضلت استنشاق اليود يعني عجبتني هاي المعلومة طب دكتورة ريمة لما منحكي عن نقص اليود نقص اليود بأجسامنا على شو ممكن يأثر هلأ أول تأثيره بيكون على الغضة الدرقية على الغضة الدرقية الغضة الدرقية بتفرض هرمون الثيروكسن هذا الهرمون من مركبات اليود فعندك مثلا اشي بنسميه تي ثري و تي فور تي ثري في ثلاث جزيئات أو خنقول ذرات يود و تي فور في أربعة هلأ إذا نقص هذا اليود بطعامنا و بجسمنا بتلحين عكس على الغضة الدرقية على هرموناتها فحط إفراز الهرمونات الغضة الدرقية زي الثيروكسن سواء تي ثري أو تي فور وهذا الهرمون مسؤول عن عملية تنظيم الأيض بخلايا الجسم يعني الحرق الداخلي اللي هلأ بجلستنا العادية بيصير في حرق داخلي اللي هم تي ثري و تي فور هم المسؤولين عنه عشان هيك ممكن للواحد إذا عنده مشكلة بالغضة الدرقية نقص فيها ممكن أنه يزيد وزنه بيزيد وزنه وبيصير أنه نزول الوزن صعب نوعا ما يعني مش زي الإنسان العادي عشان برضو إحنا لما واحد بيكون فيه صعبة بنزول وزنه ونقوله رح يفحص الغضة الدرقية بس بنفس الوقت مش لازم كل واحد وزنه بنزلش أنه يكون عنده مشكلة الغضة الدرقية أبقوا مرات اكتر اكل زيادة أو ممكن اكل زيادة ممكن فيه هرمونات لخفطة هرمونات زي تكيس برضو المبايض بيأثر فبالتالي فيه عوامل أخرى فيه مقاومة الإنسولين برضو بتأثر فبس يعني خطوة أولية ممكن الغضة الدرقية هلأ إذا نقص إفرازها برضو للهرمون هذا مش بس بقلل حرق الداخلي أو تقليل حرق الداخلي ممكن قول كمان بيأدي إنه بصير فيه كسل فيه خمول غير قدرة على الحركة حتى التركيز التفكير كل العمليات الأيضية تتأثر فبالتالي بصير فيه بني آدم على الطول بحس أنه في عنده مشكلة وزيادة الوزن بتكون مضطردة يعني فيه زيادة بالوزن هلأ الإشي التاني الممكن يبينه اللي هي تضخم الغضة الدرقية وهذا الدكتور مباشرة بس يحط إيده على المكان الغضة الدرقية يعرف نفح التضخم هو نتيجة نقص اليود أحياناً مش دائماً طبعاً بس من المسبب البعض حسب درجاته أنا متشدخل بالنواحة الطبية كتير طبعاً لكن أشياء البسيطة منقول إحنا الغضة الدرقية هي شكلها زي الفراشة بالضبط بشبهوها وزنها 25-30 جرام بالإنسان العادي مع نقص اليود ممكن أو لا أسباب أخرى طبية ممكن يوصل وزنها لـ 500 جرام يعني نص كيلو تقريباً وتضغط على القصبات الهوائية والدايق بالتنفس وعشين يمكن يعملوا هم جراحة ويزيلوها عساس أنه يسهلوا عملية التنفس بشكل أسهل الآن التضخم بصير لأن الغضة بدها تحاول تنتج تيروكسن أكتر فبتقولك كلما أنا كبرت عدد الخلايا أو ضخمتها ممكن أعطي هرمون فهو بالعكس يعني بأثر سلبي هو حيعطي ممكن إشي مؤقت يرفع للهرمون لكن حيؤدي لتضخم فيها وبعدين الكسل بيزيد كعلاج هم هلأ بيعطوا الثيروكسن بس الثيروكسن حتى الأطباء بيحبوش يعطوه بكميات كبيرة لأنه كل ما زدي جرعة الثيروكسن هذا يؤدي لكسل عبتركني الغدة على الهرمون اللي جاي من بره فبطل تعطي الهرمون الطبيعي اللي لازم يتعطيه طيب دكتور يا ريمة يعني قبل ما أسأل كمان هل في مواد غذائية ممكن أنها تمنع الامتصاص خطر ببالي الشي زيادة اليود يعني أنا بعرف أنه إحنا دائما نعاني من نقص اليود زي ما تفضلته عشان هيك دعموا بالملح بس يعني إذا شخص صار عنده زيادة في كمية اليود بالجسم هل هي مادة سامة ممكن أنها تأثر سلبا هلأ هاي بحالات مرضية ممكن تصير يعني مثلا أنه بيزيد اليود الأكل كأكل مش هيزيد كثير لكن ممكن الاستفادة أو امتصاص اليود أو تخزينه أو يعني إنتاج الهرمونات أن الغودة الدرقية يزيد وبالتالي هذا بعمل نوعين للغودة الدرقية كسل وهبوط وزياء وإفراط واثنين فيه مرض بيسموه غويتر على الأولاني بيسموه سيمبل غويتر اللي هو الغويتر البسيط الثاني اللي بيبقى شوي يعني بيكون فيه جحوظ بالعيون لأنه بيكون الحرق الداخلي سريع فيه نحافة فيه فقدان بالوزن سريع العملية الأرضية بتكون كتير قوية أكس الأولاني وطبعا يؤدي لأمراض كتير برضو الآن اليود كمان نقصه بالحوامل كتير مؤذي للجنين لأنه ممكن يعمل بطء في النمو أو توقف بالنمو الجسدي والعقلي فأنت بيجيكي مثلا فيه تقزم وممكن يكون فيه كمان خلل بالنمو العقلي وفيه تخلف عقلي إذا الطفل حتى لما هو مش جنين هلأ كبر ونقص عنده اليود لفترات طويلة بيؤدي نفس الإشي أنه تخلف عقلي وتقزم ونموه غير طبيعي فاليود كتير مهم حتى بمرحلة الطفولة للحوامل للمرضاعة لأنه برضو الطفل اللي بيتغذى على حليب الأم لحاله هذا اللي يسمى الرضاعة المطلقة هو بينتقل للطفل عن طريق الحليب إذا الأم خدش كفايتها فبالتالي حينقص عنده الطفل عشان هيك مهم جدا طب هل فيه سبليمنت أو يعني مكملات غذائية لها دخل باليود أحيانا نعرف فيه مكملات غذائية نوعا ما بكل المواد الغذائية اللي بتكون نقص ولكن اليود هل ممكن يعطى يعني آآ هو فيه بس انتهذا تحت إشراف طبي طبعا أحنا اللي بنركن عليه اللي هو الإشي اللي بتناول بالأكل يعني عن طريق الملح ممكن هلأ ممكن بعض الهم زي منسميهم الحبوب الجاهزة للأكل بيبقى مضاف لها أحيانا نيود بنقرى عليها مضاف يود السماك الأسماك فيها كميات ميحة فعني لو مرتين بالشهر كان في سماك قد ناخد برضو احتياجاتنا بنرجع من نكرر الملح المضاف اليود المدعم باليود بيكون كافي في حالة النقص بدنا نلجأ لطبيب الطبيب هو بتصرف هو بيحصلنا للملحة مستوى اليود هو بيعطينا طب دكتور ريمة فيه مواد غذائية ممكن تمنع امتصاص مادة اليود يعني احنا منعرف مرات كتير بقولوا لما بتاكل مثلا لحمة ما بصير تحطي لها لبن لأنه الكالسيوم ما بيخليك تمتص الحديد بشكل كتير كبير إذا أكلك يعني فيه إشي ممكن أنه يأثر على اليود مش من نواحي إنه مثلا فيه معادن تاني ممكن تأثر بشكل كبير بس فيه بعض الأغذية إذا بتاكليها نية اللي هي من سميها العائلة الصليبية الملفوف الزهرة البروكلي هذول إذا بتاكليهم نيين وإنتي اليود عندك على الحفة هلأ هذول فيهم مركب بمسك اليود بمنع امتصاصه فتناولهم بشكل مثلا فيه ناس بتحب تاكلوا الزهرانية سلطة الملفوف النية هذا كله بساعد على إنه إذا إحنا على الحفة معدل اليود بالدم تبعنا بساعد على إنه يقلل من الامتصاص وبالتالي أعراض نقص اليود تظهر عنا بشكل واحد أكتر في بعض الأحيان بقولك بعض البقوليات بتحتوي فبالتالي إنه عملية الطبخ إلها تعريضها للحرارة هاي المادة بتكفر فبتمنع إنه تمسك اليود وتقلل من انتصاصه شايفة مش بقولك دكتورة ريمة كل مرة يعني بشوف معلومات بسمع معلومات غذائية بستمتع وبتفاجأ لأنه مثلا هاي المعلومات أول مرة أنا بسمعها موضوع البروكلي والملفوف وإذا كان ني كيف ممكن عن جد إنه يكون فيه مركب يمنع انتصاص هلا هو شوفي لحدين يعني ذو حدين هلا هوني بمسك اليود لكن هوني في فيتامين سيا فوائد كثير فإحنا التوازن هو مهم كثير يعني مش لازم مثلا مش كل يوم بدي أكل أنا الملفوف والزهرة وهي شغلات بشكل هنين هلا مرات نين مرات مطبوخة بس ما يكونش فيه تركيز على نوع واحد صح كل شكر إليك دكتورة ريمة تيم أستاذة التغذية العلاجية في كلية الزراعة في الجامعة الأردنية أهلا وسهلا فيك ومشاهدينا فاصل قصير ومن بعدها منرجع لاستكمال فقراتنا من يوم جديد وأيضا كمان حتى نأخذ رعد من إربد ولواء الرمثة